ومن العريش للعاصمة وضمن الاحتفال بمرور عشر سنوات على ثونة الثلاثين من يونيو كان فيه فعاليات من نوع مختلف في واحدة من أهم إنجازات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة هذه الفقرة مخصصة يا جماعة للمدن والأحياء الجديدة البديلة للعشوائيات هذه المدن في الحقيقة يعني لم تقتصر أو لم يقتصر إنجازها على مجرد الأسمنت وعلى مجرد الحوائط والعمارات والإنشاءات ولكن هذه المدن تخطت لفكرة بناء البشر عملت إيه؟ ما عملتش بس شباب اتنقلوا أو أسر اتنقلت من مناطق عشوائية لمناطق نظيفة وأمنة لا هي عملت برامج ثقافية وعملت برامج فنية وعلمت أهالي هذه الأحياء حرف تقليدية وحرف يقدروا يكسبوا منها عيش وكان فيه أيضا برنامج هام خلال أيام عيد الأطحى المبارك واحتفالات 30 يونيو هنتكلم برضو كمان عنه والتفصيل مع ضفقتنا الأستاذها جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنصق العام للمشروع الثقافي لمناطق أو للمناطق بديلة العشوائيات صباح الخير فندم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ربما القصة بتاعت بناء الإنسان والتي تكلم عنها ست رئيس أكتر من مرة بيتم تكسدها بشكل كبير جدا في قصة انتقال الأسر من مناطق العشوائية إلى المناطق الأمنة أنا شخصيا من سكان المؤطم وشوفت الطفرة اللي حصلت في الأسمرات هي بعيدة عني شوية ولكن يمكن بمر عليها من فترة للتاني أنا بشوف شباب بتلعب كرة قدم وبشوف أحواط سباحة بيتم التدريب فيها قدام عيني يعني في الطريق اللي بيمشي في الطريق بيشوفه وبشوف فعليات فنية وغنائية وثقافية وبشوف ناس بتتعلم حرف تقليدية بالتأكيد الناس دي اللي كعيش فيه الأسمرات لما كانت في مناطق العشوائية ما كانش فيها هزي الأمر ما كانش الأمر منظم من قبل الدولة بهذا الشكل كلمين على التجربة الإنسانية دي أولا أنا بهني النهاردة الشعب المصري بتلاتين يونيو وبقول فعلا أن من أهم مكتسبات الثورة هو القضاء على العشوائيات تطوير وتنمية العشوائيات طبعا بياخد وقت طويل وخطط تنفيذية على أرض الواقع لأنها خطط متوسطة المدى وفيه قريبة المدى ولكن أقدر أقول أنه بالخطط التنفيذية بس ورب يجي الجديد بالضبط الخطط التنفيذية اللي تم وضعها حسينا أنه فيه نقلة نوعية حصلت وفيه استجابة كبيرة جدا هنا بنقول أنه الدارسين والباحثين إيه إيه اللي حصل أنه هم فعلا في أشد احتياج للنقلة النوعية دي هم كانوا متعطشين لده متعطشين للاهتمام بالفن والثقافة عشان أبدأ أن أنا أطور في الإنسان وأبني طفل صغير بالفن والثقافة أقدر عدل سلوك بالفن والثقافة من خلال العناصر الثقافية اللي موجودة خليني برد أقول لحضرتك أنه طول الفترة دي إحنا بنعمل برامج والبرامج التنفيذية دي للطفل بداية من سبع سنين لحد تمنتاشر طيب الكلام النظري جميل ومحترم وهي الديني نمازج وبالمثال يتضع الشرح كوننا فرق للأصمارات فرق فنون شعبية على مدى أربع سنين عملت إيه؟ شفتي تأثيرها عرضت عرضت وشفنا تأثير المؤشرات الكيفية مهمة جدا بأهمة من المؤشرات الكامية طبعا المؤشرات الكامية لها دورها ولكن المؤشرات الكيفية في تعديل السلوك مهمة جدا الطفل بدأ هو يهتم بأن هو يجي للأصر الثقافة وبدأ أن هو يندرك جوه الحياة الثقافية بدأ يعدل من سلوكه بدأ ينحكى الندوات الثقافية اللي موجودة كلمت معاهم اتكلمنا معاهم ده مؤداء قالوا لك يعني مثلا طفل بدل ما يشوف أقرانه في سن معين أو صبي بيطاعاته مخدرات لا يروح يلعب كورة وينضم واحدة بدل ما تشوف نمازج سيئة تروح تتعلم حرفة أو تطلع على خشب يعني كلميني عن نمازج دي نمازج الإنسانية بدون ذكر أسماء بس أنا عايزة أتكلم عن تجاربك الأطفال هم طبعا ما هو التعامل معاهم من خلال العلاقات الاجتماعية كان مهم جدا أن احنا نبرز دور العلاقات الاجتماعية الإيجابية والسلوك الإيجابي وأن مثلا أنه ما يحصلش فيه أي مشكلات فيكون تأثيرها أنه هم يضربوا بعض إلى حد ما يضربوا مبرح العنف بدأنا نحاسب أنه فيه تخيير حقيقي على أرض الواقع ثقافة الاعتذار بقت مهمة جدا بين الطفل والطفلة أو الطفل والطفل التاني البرامج اللي احنا كنا بنحطها مع طبعا التشبيك مع مؤسسات الدولة كلها فكانت كلها بتجني سمار للسلوكيات الإيجابية مهمة جدا حسنا أنه التغيير التغيير بقى واضح وملموس على الأرض الواقع أهم هذه البرامج كانت طبعا زيارات المتاحف الأثرية وبرامج بلدنا في عيون أطفالنا وكان فيها وعي ومواطنة الطفل بدأ لما راح الأماكن دي بدأ يقول أنا نفسي أضابط في الأول ما كانتش بيقول ده بدأي أنه هو يتطلع لأفكار كتيرة قوي يعني إيه مواطنة يعني إيه أنه هو يعني إيه بلد حفظ عليها حب الوطن لما راح بانوراما أكتوبر هو ما كانش يعرف حرب 73 كان بيشوفها في التلفزيون لكن لما شاف بانوراما أكتوبر وشاف الرحلات الميدانية اللي احنا كنا بنزورها بداية القاهرة التاريخية المتاحف الأثرية كلها فبدأ أنه هو يحس أنه جزء من منظومة من أبناء الجمهورية الجديدة هو عايز يبقى حاجة عايز يتطلع للمشروعات الجديدة بدأنا نعمل برنامج للتحول الرقمي إزاي يعمل أنه هو بقى جزء من منظومة رقمية إزاي يحول المنهج بتاعه إلى رسوم متحركة فيفهم أكتر وده من خلال دكاترة يعني أخصائيين في التحول الرقمي خليني أقول لحضرتك برضو أنه التفرة والنقلة النوعية دي ما حصلتش بس في الأصمرات إحنا طبعا منظومة القضاء على العشوائيات كانت المحروسة أهالينا روضة السيدة حدايا أكتوبر طبعا كل منطقة بتختلف بخطوصيات مجرم عيون خلصت أولا لسه هو المفروض أنه لسه بس إحنا بنتكلم على روضة السيدة اللي هي كالتالي العقارب سابقا تالي العقارب سابقا نقول بعض المشكلات المجتمعية إحنا بنواجهها من خلال البدايات أنا شفت المنطقة دي قبل وبعد فهنا أنا بكلم على أن دي استراتيجية لبناء الإنسان البرامج اللي احنا بنحطها كوزارة الثقافة توجهات معالي الوزيرة رئيس الهيئة العامة لأثور الثقافة وضعنا خطط للطفل لتحسين جودة حياة أهالي الروضة وفي نفس الوقت كمان احنا بنعمل استراتيجية لتمكين المرأة دي وفقا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة تمكين المرأة وتدريبها وصولا لإنها تقدر تعمل حرفة تمتهن حرفة وتبدأ تسوقها دي كانت حاجة مهمة جدا بخصوص الحرف عايزة عرفها وعايزة عرف بيعملوا إيه وبيكسبوا قد إيه والدولة بتنظم ده إزاي يعني إيه بتنظم ده إزاي يعني بتعملهم معارض بتسوق لهم هو احنا لسا في مرحلة التدريب في الفترة دي بنحاول ندرب بقى الحرفة التراثية بعد كده بنقول إنه بنعمل معارض وبنعمل جزء منها مرحلة التدريب في تل العقارب ولا في كل المناطق العشوائية في بعض المناطق فيه احنا تم فعلا ناس بدأت تطلع لمجال التسويق وتبقى لها مصدر دخل مثلا ألف جنيه ألف ونوف الثلاثة من خلال الحرفة التراثية اللي موجودة أشغال الخيامية أشغال الخرض أشغال التريكو وطبعا ده مرتبط بالمناسبات الاجتماعية مثلا في فترة الشتا ممكن بنعمل حاجات تراثية هل مش متأخرين أعتقد أن فيه مناطق كتيرة فيه مناطق كتيرة تتسلمت ومفروض أنكم تشتغلوا على القصة دي معاهم ده احنا بنشتغل من فترة من حوالي أربع سنين لكن في الأصمرات طبعا التفرة اللي موجودة والنقلة النوعية حصلت مع تمكين المرأة في بعض الحرف التراثية وفي الخيامية والشونط اللي هي التريكو وبدأوا فعلا يسوقوا برضو خليني أقول لحضرتك بالنسبة للمحروسة بدأوا يسوقوا لسه هو الفكرة أنه هم نحاول نستقطبهم ونجذبهم ونقنعهم بأنه فعلا ده حاجة ليهم ده التحدي ده التحدي الصعب طب وبتعملوا يعني ألياتكم إيه إحنا بنحاول نجذب الطفل والأم فبنحاول إن إحنا نجيب طبعا أخصائين في مجال هل ده بشتراك؟ هل بيدفعوا فلود؟ لا طبعا مجانا؟ من عناصر الاستدامة في المناطق مش بشتراك طبعا هي وجود بنعمل إيه عشان نجذبهم؟ من كين إحنا طريقتنا مختلف؟ وجود خدمات ثقافية في المكان إحنا بنقول لهم أن وزارة الثقافة والهيئة العامة لأثور الثقافة إيه هي الخدمات الثقافية بتاعتنا؟ هم بيتعرفوا على الخدمات دي فبيحاولوا إن هم يجوا نهار ده وبكرة بنبقى خطة تنفيذية على مدى ربع سنوية وبنحاول بقدر الإمكان إن هم يكونوا متواجدين معنا بحب يعني أنا مش بكبر حد ولكن هو حاها هي حاسة إن ابنها بينزل علشان ياخد البرنامج بتاعه وفي نفس الوقت إنه هي نفسها بتعمل بتحاول تتدرب بيبقى تمكين للمرأة يعني إحنا نزلنا لهم في العيد عشان نصنع صناعة البهجة والفرحة معهم ونعرفهم إيه هي ثورة 30 يونيو طبعا مهم جدا أن أنا أوعي الطفل بالمنظومة والمشروعات القومية وفي نفس الوقت أنا معي الأم الأم نفسها حتى تروح يبقى عندها حاجات تروحية إلى حد ما يعني مش بس إنها فرص التمكين وطبعا بالتعاون والشرافة مع مؤسسات الدولة المجلس قوامين المرأة يعني أنا متفق معك الكلام جميل وبنقرأ كتير عن القصص وبنتكلم عنها كتير في الميديا ولكن لو كان في معوقات إن إحنا نقدر نكتذب كل الأهالي الحمد لله إحنا محتاجين نشتغل على هذا أعتقد أن إحنا الدولة عملت اللي عليها بنت المراطق ونقلت الأهالي قصة بناء الإنسان أعتقد أن مشروع قومي محتاج إلى إعادة نظر ومحتاج إلى شغل أكتر وتشبيك ما بين الوزرات وأيضا دعاية كمان على الأرض معنا وفي نفس الوقت الإعلام الإعلام كمان بيجي معانا شريك وبينقلنا كل الفعاليات اللي موجودة في الخيالة الإعلام مش معاصلة خالص في القصة دي يا دكتورة دكتورة الإعلام مش معاصلة لكن إحنا محتاجين نشتغل أكتر على قصة بناء الإنسان أنا أحبب بنشكرك دكتورة جهان حسن مدير عام ثقافة الطفل المنصف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات كلمة معنا عن فكرة بناء الإنسان وفكرة ما يحدث على الأرض في المناطق البديلة العشوائيات بنشكر حكا شكرا جزيلا لفعل شكرا جزيلا لفعل شكرا جزيلا